اشتركوا في القناة الآن للصباح في برج القوس وبعدين من ساعة الصباح رح ينتقل لبرج الجدي في عنا برضو فترة خلوم مسار القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة التسعة وثمان دقائق من صباح اليوم السبب بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي أول منزلة في برج الجدي وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية طبعا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته نظل من الآن لغاية ساعات الصباح نشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مرحا ننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مؤثره واللي راح تظلها مستمرة معنا لغاية الأيام القادمة طبعا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم ثلاثة اتنين تأثيراتها طبعا هاي بالنسبة لتأثيراتها بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراض للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا لما بتصير هاي الزاوية بيصير أمور إلها علاقة إما بثورات انقلابات عسكرية اغتيالات أشياء فيها بنوع من أنواع العن وبتدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة احتمال إضربات أو اشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة في بلد ما وبتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة مثل العواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث السك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إيجابية تفليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم ثمانية اثنين بتتهيأ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا أول زاوية رح نذكرها هي ذكرناها يوم أمس هي رح تكون بعد الحلقة يعني بعد بث الحلقة زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي تقريبا ذروتها الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج طبعا إحنا الآن في تأثيراتها ورح يستمر تأثيرها لغاية ساعات الصباح بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج رح يستمر لغاية صباح يوم الجمعة لساعة تسعة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل وتصير في فترة خلو المسار في عنا حدثين احنا في فترة خلو المسار رح يصيره أول واحد هو زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين بلوتو وهاي ذروتها رح تكون تقريبا الساعة أربعة وستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم واحد اثنين هاي الزاوية بتدفعنا للكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادنا وبتسبب لنا نوع من ألواع النزاعات الشديدة شوي مع محيطنا الأشخاص اللي عندهم مشاكل لها علاقة بالشرايين أو بالقلب هدولا بدهم ينتبهوا على حالهم بشكل جيد في هاي الفترة وبرضو برضو بتزيد بعض الأمور اللي إلها علاقة حوادث عن طريق النيران بدل طبعا بالنسبة للأمور الدولية على انتقاد الصحافة للسلطات والدولية بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة أو ازدياد حوادث العنف والعدوان وبرضو بتم الكشف عن بعض المعلومات المخابرتية أو المؤامرات السياسية اللي تحاك في الخفاء على دول ما وهناك احتمال وقوع أمور إلها علاقة برضو بالعواصف والزلازل والحرائق أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اللي هو الأمر الثاني وهو انتهاء تراجع كوكب الزهرة طبعا رح ينتهي تراجع كوكب الزهرة في برج الجدي اللي هو تقريبا بحدود أربعين يوم رح ينتهي من التراجع يرجع للحركة الأمامية اللي رح يستمر كوكب الزهرة وجوده في برج الجدي لغاية صباح يوم ستة ثلاثة لغاية الساعة ستة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل بعديها لبرج الدلو يعني القمر الزهرة رح يظل موجود من خلال اليوم اللي هو تسعة وعشرين واحد لغاية ستة ثلاثة في برج الجدي في حلقة كاملة أي رابطها رح يظهر في أعلى صفحة أو إذا ما ظهر معناته بكون أنا لسه بسجل في الحلقة لأنه أنا بسجل الحلقات قبل أربع خمسة أيام من موعد بثها فعشان هيك الحلقة رح تكون موجودة على القناة إن شاء الله قبل بث هذه الحلقة هي بعنوان أخبار فلكية انتهاء تراجع برج الزهرة في كوكب الزهرة في برج الجدي الساعة تسعة وثمان دقائق صباحا القمر خلاص بكون انتقل واستقر في برج الجدي تماما عشان هيك بتصير صفات برج الجدي هي اللي بتنطبق علينا بالفترة هاي فمنعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم منجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الاجتهاد أكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء عقد تأمين أو تجديد عقد تأمين أو إشيء لعلاقة بالتأمين أما بالنسبة للزاوية التي تليها لزاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وتسع دقائق بعد العصر بتوقيت جراناتش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة ثمانية ودقيقتين مساء بتوقيت جراناتش نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي بتكون أكثر حساسية خلال فترة هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح الأعضاء اللي لازم نعطيها عناية زيادة شوي اللي هي الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية من ساعات الصباح طبعا بصير التركيز على الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظم والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن اللي هو إلو علاقة بالأذن الوسطى بالنسبة لليوم طبعا يوصى بعالعملية الجراحية لأنه القمر في تناقص فعشان هي كما في أي تأثيرات سلبية على العمليات الجراحية ولكن أنا بقول يعني شوي الأمور اللي إحنا ذكرناها له العضاء اللي ذكرتها قبل قليل يفضل أنه لأنه فترة خلوه مسار لو تؤجل العملية لبعد انتهاء خلوه المسار بيكون أفضل طبعا بما أنه انتهى تراجع الزهرة ولكن تأثيرات التراجع مستمرة لغاية خمس أيام قادمة أو لغاية يوم أربعة اثنين تحديدا فمنظرنا نحكي غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم هو اليوم شوي حساس لأنه انتقال القمر وأخلوه المسار وأيضا دخوله على الجدي القمر فهذا شوي بيأثر على نوع من أنواع تهيج مكان اللقاح أو ارتفاع في درجات الحرارة فعشان هيك يفضل أخذ بنادول لمدة ثلاث أيام كل ست ساعات أو برضو في نفس اللحظة أخذ أسبرين مميع للدم لمدة ثلاث أيام من أخذك للقاح إذا كان في نوع من أنواع الألم مكان الإبرة بتقدر تدهن عليها اللي هو دهون اسمه فسدين بيجي مثل كريم هو مضاد حيوي أنتوبيوتك ممتاز جداً لأنه ما يزيد الالتهاب مكانها وبرضو إذا صار في نوع من أنواع الحكة وهي نادرة جداً في هاي الوضعية يعني بحاجة الواحد لأدوية مثل أدوية التحسس طبعاً بالنسبة للقمر اليوم عمره 26 يوم في تمام الساعة تقريباً منقدر نحكي ثلاثة ونص صباحاً بصير عمره 27 يوم نسبة الإضاءة 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 منتحس بنسبة 50% القمر في القوس حتى يوم 29-1 هو الآن منتحس بنسبة 50% في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 25% ولكن في ساعات الظهر برجع بارتفع بنسبة سعودي 30% في ساعات العصر بترتفع نسبة السعودي كمان لـ 60% أما بالنسبة العطارد في الجدي فهو متراجع لغاية يوم 4-2 ما زال سعيد بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 لأنه رح تنهي تراجعها اليوم فهي منتحسة بنسبة 10% لغاية ساعات الصباح لحد ما يرجع للحركة الأمامية بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% أما بالنسبة لزحال في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% وأورا نصف الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لسيما لبعيدة وبتشعر بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم من الآن لغاية ساعة الصباح ممكن من الآن لغاية ساعة الصباح بعض الأشخاص يذهبوا في رحلة أو يروجوا العمل أو يحصلوا على معلومات ما كانوا يتوقعوها بيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتكم العاطفية والعائلية ولكن بتكن تنتبهوا أثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية حاولوا أنكم ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسئوليات وتعتبر هذه الفترة لأنه بيت السمعة والعمل فترة واعدة بالإيجابيات برج الثور بتعيد وتنظيم أمركم المالي المشترك والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة من الآن لغاية ساعات الصباح سارعوا لتهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم إنكم تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي أكثر أثناء إنجاز أعمالكم في ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة تم اليوم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب العلاقة إما للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم إنك تتحرك على مختلف الأصعدي لأنه بتصير الأجواء إيجابية ودعملة إلك بشكل قوي برج الجوزاء طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بظل الجو مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في العاطفة وهاي الفترة شوي فيها نوع من أنواع الضغوط ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتعيد ضبط ميزانيتكم ممكن تدخل تعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فتعتبر هذه الفترة جيدة لتصحيح الأخطاء ولتكرار المحاولات السابقة ممكن يصير بعض الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بحدث عائلة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر في مراحل المقابلة فعشان هيك بدأت تكون منظم وتحسن إدارة عملك وتحاذر من الجدال مع المعاونين وحاول إنك ما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو طررت للعمل لساعات إضافية أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية فعشان هيك بتكت حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام أو توجهوا أي ملاحظة لأنه خصمك في هاي الفترة بيكون قوي وما بيرحم فعشان هيك بتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم حاول أنك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات الصباح واليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ولا العاطفي وبتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم مش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة ولا أحباء تقدر اليوم أنك تصحح الأخطاء اللي أخطأت فيها بالأيام الماضية من ساعات الصباح بيتراكم العمل عندكم فحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم حاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعك من أداء واجباتك اليومية يعني ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن اليوم أو من الآن لغاية ساعة الصباح تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم شي إنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء شوي بكون فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي أكثر أما في ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم وممكن تفرح لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم تتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والامتحانات ويوم مناسب لا اجتياز امتحان إلا بفترة خلو المسار بتكت تعتمدوا على جهدكم ما تعتمدوا على الحضوض ممكن تعززوا اليوم العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جارية في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل بعض اللقاءات العاطفية أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أنت في ساعات الصباح رح تتغير الأجواء ورح تفضلوا الأجواء البيتية والعائلية فعشان هيك بتكون تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعادك حاول أنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية وحاول أنك تهتم بعائلتك أكثر برج العقرب ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية من الآن لغاية ساعات الصباح ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال وممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هذه فترة يعني إيجابية ممكن يتحقق من خلالها ربح أو هدية أو جائزة معينة أما في ساعة الصباح بتكون عندكم كثير من الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة لأجواء جيدة ودعم لإلك ومرحلة ممتازة فما تضيعها من إيدك برج القوس برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط فعشان هيك بتكون تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية ومركزكم برضو الفترة هاي من الآن للصباح بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك اليوم التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر أما في ساعات الصباح فبتعيد وتنظيم ميزانيتكم أهم إش انكم تغمروا بأموالكم لأنها هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ القرارات الحاسمة انت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن فعشان هيك بدك تلتزم هدوءك الكامل برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فابتهد أواتيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي حاول أنك ما تحسم أي أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بدون حسابها بشكل جيد أما من ساعات الصباح بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر حالك وتعتبر هاي الفترة يعني من الأخبار السارة اللي ممكن تصلك واللي تنشطك معنويا وهي فمقبل أنت على فترة ممتازة جدا بورج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة من الآن لغاية ساعات الصباح بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد بعض الأرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف عليك الضغوط وبيطمئن بالك ولكن من ساعات الصباح للأسف الشديد رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم وبرضو لا معنوياتكم لأن القمر رح يصير في بيت المتاعد فعشان هيك بتتجنبوا اتخاذ أي قرار حاسم ومهم لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضون حادروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة فممكن تخيب أعمالك أو تتأخر أعمالك خلال فترة هذه الأيام برج الحوت طبعاً من الآن لغاية ساعات الصباح هذه فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن يحافظوا على إنجازاتهم القائمة فعشان هيك بدك تهدئ من روعك ولا تنفعل واتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك قدر الإمكان اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات الصباح ابتلتقوا الأصدقاء أو في دعم من الأصدقاء لإلكم حول تصحيح العلاقات المتردية وحول أنكم ما تبقوا وحدين فهذه فترة ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً ابتكثر من خلالها الاتصالات والموعيد فترة ناشطة وممتازة جداً مقبلين عليها إن شاء الله تعالى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر